نضم إلينا من القاهرة سيد أشرف العشري مدير تحرير الأهرام المصرية وهو المقتص بالشأن العربي أهلينا سيد أشرف كل عام وحضرتك طيب وخير إلى أي درجة كانت هذه القمة مهمة في هذا الوقت وإلى أي درجة كانت المخرجات لامسة لأرض الواقع مساء الخير أستاذ محمد بكل سنة حضرتك طيب رمضان كريم بكل تأكيد هذه القمة جاءت في توقيت بلغ الأهمية نظرة تباعة وخصوصية العراقات بين القادة السلاسة هذا الاجتماع هو الثاني كان في شهر المرض الاجتماع في العقبة شارك فيه أيضا طرفين عربيين والمعكة العربية السعودية والعراق نجد اليوم في اجتماع القاهرة السلاسي اثمام القادة السلاسة بضرورة تشاور وتنصيق المواقف إذا كان عديد القادة العربية فيما يتعلق بالأمن القوم العربي وأيضا قضايا إقليمية عديدة أعتقد أن القادة كلديهم جدع الأعمال حافل بكثير من القادة بلغة الأهمية أبرز ما يتعلق بالأوضاع في داخل أراضي المحتلة وأيضا الاعتراضي الإسرائيلية الأخيرة خاصة أنهم شددوا على ضرورة أن يكون هناك وقف لهذه الممراسات في الحال وإلزام حكومة بينت رئيس الوزر الإسرائيل بدورة أن يكون هناك كف اليد الإسرائيلية عن منع المصلين المسلمين من وصولها المسجد الأقصى وكذلك المسيحيين من وصولها إلى كنسة القيامة وضرورة أيضا تجديد الوصاية التاريخية الأردنية في رعاية وصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك فتح أفق لعملية السلام في المرحلة القديمة وأن تتوقف إسرائيل عن تلك الممارسات التي تسعى إلى انهيار عملية السلام وضرورة فتح أفق جديد يؤدي إلى تسوية سياسية وتوفير غطاء وحاضنة للسلطة الفلسطينية في هذا التوقيت هذه نقطة جيدة سيد أشرف للنقاش معك على الهواء حينما نطلع في البعين الرئاسي نقطة احترام الوصاية الهشمية شيء منطقي دعم الإدارة العامة لأوقاف القدس شيء منطقي أيضا لكن السؤال من الجانب الإسرائيلي هنا أتحدث معك عن الضمانات لالتزام الكيان الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي بأي شيء يتم التعاهد به هل من ضمانات وقعية أو منطقية؟ بكل تأكيد المشاورات والمساعد المساعدة الأردنية والإماراتية في الفترة الأخيرة حتى قبل اكتماع وزائل خارجية لجنة العربية يوم الخميس الأربعاء الماضي والخميس في العمان لعبت دورا كبيرا في تكبيل يد إسرائيل عين نعترف بذلك وأنه لعبت دورا كبيرا في إكبار إسرائيل على إمكانية وقف ما يعرف به مسيرة الأعلام وأيضا منع زبح القرابين من كبل المطرفين اليهود داخل المسجد الأقصى وأعتقد أن هذا الأمر كان لها بلغ الأهمية السمارة الاعتلاءات الإسرائيلية كوبلت بكثير من الرفض المصري والأردني والإماراتي والعرب والإسلامي وصل الأمر الإدارة الأمريكية أرسلت وفد أمريكا رفيع المستوى زرها المنطقة في الأيام الماضية وحصل على تعاهلات في محاولة إرضاء الجانب الفلسطيني والجانب العربي وبالتالي هذه القمم وهذه المواقف العربية تلعب دورا كبيرا في إسقاط الجانب الإسرائيلي وشل يده أو على قل وقف يده عن تلك الممارسات وفي نفس الوقت أيضا تعطي للمجتمع الدولي رسالة وإنذار مصبك بدورة أن يكون هناك التفاتة دولية من كبير الأمم المتحدة لتفعيل الكارات الدولية والحفاظ على ما تم الاتفاق عليه من حيث الوسائل الأردنية ومن حيث الكارات الأمم المتحدة ومن حيث أيضا قدسية الأماكن المقدسة لأن أي عبس سيطلق شرارة أعمال عنف في المنطقة لن تتوقف داخل أراضي المحتلة سيكون لديها تأثيرات في المنطقة وأيضا تنالي المصاح الأمريكية والأوروبية ومن هنا نجد أن هذه المرة بعيدا عن رمضان من عام الماضي نجد التحرك المصبك من كبير العواصل العربية والإسلامية أدت إلى حد ما إلى تحقيق مكاسب الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت أيضا كبلت يد الجانب الإسرائيلي أعتقد الآن حكومة بنيت راعت كثيرا هذه المآخز العربية وأخذت في الاعتبار أن أي نوع من التحرك المضاد للمساعي العربية سيؤدي إلى أحداث نوع من الفطر والجمود في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وربما يؤدي أيضا إلى أن يكون هناك اندلاع لشنارة عنف ستتحمل إسرائيل في المقام الأول المسؤولية الكاملة في هذا الشهر طيب سيدي سيد أشرف يعني طارة بين الهدوء وطارة بين التصعيد والعنف واستمرار لحجم ودرجة الانتهاكات الإسرائيلية يعني إذا كانت المعلومة موجودة لديك سيدي التوثيق الصحفي لهذه الانتهاكات أو التوثيق المتلفز لتلك الانتهاكات الإسرائيلية هل يؤخذ بتلك التوثيقات الإعلامية أمام الجنائية الدولية أم لا بكل تأكيد هذه التوثيقات لعبة دور كبير في نشر هذه الصورة وهذه الاجتحامات وهذه الممارسسة العدوانية والعنصرية من قبل الجيش وكوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعتقد أن في اجتماع وزائر خارجية العرب تم إرسال من قبل عميل العام بتوصية كاملة لمحظر الاجتماع وكسر من الوصائق أدل على حجم الانتهاكات منذ بدء شهر رمضان حتى الأمس الأول وبالتالي هذه الوصائق لعبت دورا كبيرا في إعطاء الأمم المتحدة ومجلس الأمنة حتى في الجنس الزعقضة في اليومين الماضيين لم يصدر بيانا لكن المواقشات الداخلية دارت حول دورات أن يكون ضغوط على الجانب الإسرائيلي وبالتالي هذه الصور وهذه الوصائق تلعب دورا كبيرا في إحداث نوع من الانكشاف لطبيعة الممارسات والاستفززات الإسرائيلية وتؤدي لأن يكون هناك حالة من الزخم من قبل إدارة الأمريكية باعتبارها الرائع لعامية السلام في الشرق الأوسط وعلى مستوى الدولي وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك ومجلس الأمن وهذا ما حدث هذه المرة بقوة وعنف باتجاه لجم حكومة إسرائيل وبالتالي هذه الصور وهذه الوصائق لعبت دورا كبيرا في إحداث الانكشاف وأعطت صورة إيجابية عن التحرك العربي والمواقف الفلسطينية الباسلة في التصدي للحفاظ على المكرارات الإسلامية وضرورة أن يكون هناك استجابة أو تعاطي إسرائيلي مع ضرورة إعطاء الحق للشعب الفلسطيني مهما طال الزمن لابد من حل إسرائيل العرب الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية وأيضا ما يعرف بحل الدولتين باعتبار الصيغة الأمسل والمكبولة من المجتمع الدولي واللازم يحيد عنها دولة في العالم إلا وأقرت هذا الاعتراف طيب أعوض معك سيد أشرف إلى القمة المصرية الأردنية الإماراتية هذه القمة الثلاثية تطرقت إلى الأزمات الخارجية وهي الأزمة الأوكرانية أضع هنا هلت ضوء على دور لجنة الاتصال العربي ضعنا فيها رجاء سيد أشرف بكل تأكيد هذا العنصر كان عنصر بارز أن القاضي السلاسي راعوا فيما يتعلق بالتحديات الإكتليمية النتيجة عن الضربات الإلترارية لهذه الحرب الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بأزمة الأمن الغزائي والطاقة وتدعيتها في حالة التضخم في الشرق الأسطل وفي المنطقة وما لديها من تأثيرات سلبية على المنطقة هذا الأمر أدى لأن يكون هناك تفاعل من قبل القاضي السلاس خاص أن اللجنة الاتصال العربي لعبت دورا كبيرا في زيارة موسكو وفي زيارة أيضا كييف وأيضا بولندا ودعت الأطراف الروسية والأوكرانية بدرات أن يكون هناك نحي نحو اتجاه حل الأزمة سلميا ودرورة أن يكون هناك التزام بكافة الاتفاقيات الموقعة فيما يتعلق بالأمن الغزائي مع العالم العربي والحفاظ على الحصص المقررة في هذا الشعب ودرورة أن لا يكون هناك ضربات اقترارية تؤثر بالسلبة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لجد اتصال لديها مبادرة حميمية لم تأتي نتائجها بعد لكنها سجلت موقف عربي بالغ الأمية والقمة اليوم أتت لتوفر الحاضنة لهذه اللجنة وفي نفس الوقت أيضا تعزز المواقف العربية بضرورة حل هذا النزاع حلا سلميا وأن لا يكون لدي تأثيرات على مستقبل الطاقة والأمن الغزائي في المنطقة باعتبر أن المنطقة تأصلت مثل كافة دول العالم والقادة أخذوا في الاعتبار توفير الاحتياطات اللازمة ممكانية مساعدة دول العالم العربي لمواجهة تدعيات هذه الأزمة على مستوى الطاقة والأمن الغزائي في هذا الشعب طيب يا أستاذ أشرف حديث قديم متجدد معك دوما على العمل العربي المشترك لكن دعنا جانبا يعني نضع جانبا أشياءنا السياسي الاقتصادي والاستثماري هل تطرقت هذه القمة إلى هذا الشق خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعاشية المأمولة أو المرتقبة للشرع العربي عزيزي محمد بكل تأكيد علينا نضع في الاعتبار هذا العمل العربي في العامين المضيني أخذ منحة جديدة بتعاطي إيجابي لأول مرة منذ سنوات بعد حالة من التكلس والتراجع والخدر في المشهد العربي وجدنا مجموعة من الكمام على المستوى السلاسي والرباعي وزيارات متبادلة بين القضاء والزعماء أدت إلى أن يكون هناك بالفعل توفير حواضن الاقتصادية والتنموية بين العواصم العربية حجم التجارة البينية ارتفع الأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما وجدنا اتمامات من قبل دول عربية رائدة كلمة من العربية السعودية والإمارات والكوت وغيرها لضخ استثمارات بلغة في الأردن وفي مصر في عاصم عربية بالإضافة لتقديم مساعدات وحزم مالية إنقاذية لعبت دورا كبيرا عبر ما يعرف به الحزم الإنقاذية لمساعدة اقتصاديات العربية في المنطقة بعد أزمة كورونا وبعد أيضا حرب الأوكرانية الروسية هذا العمل العربي أخذ منح جديد في سعامين الماضين أصبح لدي تأثيرات إيجابية نعم بالفعل عما كان قائما في السنوات الماضية وينتظر أن يكون هناك لصندوق النقد العربي وأيضا مساعدات الاقتصادات العربية دورا كبيرا في تخفيف حدة الأزمات الناجمة عن الأزمات الدولية التي تجني للأسف الشديد العالم العربي بعد تدعيتها وأصارها السببية في هذا الشأن أعتقدنا الآن وحتى القمة العربية المكررة في نوفمبر من هذا العام في الجزائر سنشهد مجموعة من التحركات المرسلونية الديناميكية تلعب دورا كبيرا في تعزيز العمل العربي ليس على المستوى السياسي فقط لكن العنصر الاقتصادي والتنموي أصبح حاضر بقوة طيلة الأشر عامين الماضين وسيكون لديها تلعات كبيرة خاصة أن حجم المساعدات والمنح وأيضا الجعم الاقتصادي ورؤية العربية المشتركة لمنطقة التجارة حرة كبيرة سيكون لديها درجة كبيرة من الإجابية والتعاطف المرحلة القادمة ومن الآن وحتى القمة العربية سنشاهد فعاليات اقتصادية وتحركات تصب في خانة توفير استحقاقات الدعم والحواضن الاقتصادية لعواصم عربية لسد العجز بعد أزمتي كورونا والحرب الأوكرونية الروسية شكرا جزيلا أشرف العشري مدير تحرير الأهرام المصرية وهو المختص بشأن العربي أشكرك جزيلا على كل هذا الطرح شكرا أستاذ أشرف